موسيقى وهذه الأفكار السلبية تده إلى دوامة من القلق ومن الخوف وبالتالي يفقد تركيز انتاعه ويفقد المراجعة عن انتاعه لذا يجب على التلميذ أنه يفتل استرس ويعامل لشهد الباكالورية على أنها امتحان كباقي الامتحانات الطريقة المليحة للحفظ هي أنه لازم على التلميذ ما يتزاوج ساعتين أثناء الحفظ لأنه عندما يتزاوج ساعتين أثناء الحفظ يفقد التركيز انتاعه ولازم كل ساعتين يدي استراحة نصف ساعة أو 45 دقيقة وذلك من أجل استرجاع أنفاس وأخذ الراحة اللازمة نختار المكان الهادئ في الغرفة انتاعي والتركيز انتاعي نركز على المواد الأدبية لأنني كنت باكالوريا أدبي وفي المواد العلمية كنت نستاعن بعض الأصدقاء خاصة في مادة الرياضيات لأنني كنت ضعيف كنت نستاعن بعض الأصدقاء باش يعاونوني ولازم علينا ما نحتقرش المواد وكل المادة نعطيها الأهمية انتاعها وأخيرا نتمنى كل التوفيق والنجاح للطلبة من بين النصائح التي أقدمها كأستاذ بالنسبة للغة العربية وأدابها لابد من طلبة الباكالوريا الحرص وأشد الحرص على هذا الامتحان النهائي أولا يستحضرني بيتاني للإمام الشافعي رحمه الله عندما يتكلم عن طلبة العلم عامة وأنا بدوري أقدم هذاني البيتاني لطلبة الأقسام النهائية خصوصا يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني هذه الستة أمور سأتلوها عليكم ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني فعلى طالب العلم عامة أن يتحلى بهذه الستة أوامر كذلك بالنسبة لطلبتنا في الأقسام النهائية لا بد من المراجعة مع التوكل على الله عز وجل بالأخذ بالأسباب وهذا أمر مهم وأنا لا أعتبر أي واحد خاسر أو راصب في العلم كلهم ناجحون وموفقون كذلك من بين الاقتراح الثالث الذي اقترحه على طلبتنا وكذلك طلبة الأقسام النهائية هو أخذ المراجعات الجماعية حتى يكون الصواب أجدر وبذلك كل تلميد يصحح لأخيه أو كل تلميدة تصحح لأختها كذلك النصيحة الأخيرة هو لا بد من أخذ قسط من الراحة الليلية حتى لا يكون الصهر طويلا وبذلك يجهد هذا البدن وموفقون بإذن الله تعالى في شهر رمضان الذي لا أعتبره عاتقا يكهل على عاتق من على طلبتنا في الأقسام النهائية بالعكس رمضان هو الذي يجتهد فيه الناس سواء في العبادة وكذلك لدينا عبادة أخرى وهي عبادة ماذا؟ العلم فلا بد من أن يستحضر الطالب في شهر رمضان كل قوته وكذلك للطالب دعوة لا ترد وبذلك فلا بد من طلبة الأقسام النهائية أن يدعو وكل واحد يدعو لأخيه بماذا؟ بالنجاح وموفقون بإذن الله موسيقى